المترجم للقناة في خطوة غير متوقعة ومفاجئة الادويسان يودع الأمانة العامة لمجلس الأمة صحيفة استجواب لرئيس الوزراء من محاورة ثلاثة في أول تجمع بعد حكم الدفسورية نهج يحشد لاعتصام الإرادة غدا والطلطباء يكشف أسماء المتحدثين من نواب حاليين والسابقين تم تسييس هذه القضية لمصالع انتخابية ووقتية جدا رخيصة وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة أن تعمل هذه المنظمات على إنقاذ هؤلاء الأطفال أم الهيمان القضية المعلقة بين سندان معاناة الأهالي ومطرقة التقاعس الحكومي تستغيث المحافلة الدولية لنجدة قاطنيها مدينة أشباح الليل ما فيه أمان المفضل مسكر ومهرتوح نحن من الدور هذا من طالب سنوء رئيس أنه بس يوجه فعل وزراته ومدينة جابر الأحمد تروي بلسان حال سكانها فصولة ترد الخدمات عن منطقة ترزح تحت وطأة الإهمال نشرة الأخبار من الرأي أهلا بكم غير آبه بكل ما يقال ويحكى عن حل مرتقب لمجلس 2009 خلال الأيام القادمة وضاربا بعرض الحائط كل التوقعات عن إنهاء الحكومة صياغة مرسوم الحل قدم النائب فيصل دويسان استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أو دعه صباحا الأمانة العامة لمجلس الأمة صحيفة استجواب لدويسان للرئيس تتضمن ثلاثة محاور أولها يتعلق بما أسماه النائب المستجوب إخلال رئيس الوزراء بثقة أمير البلاد التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها فيما يشير المحور الثاني إلى مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل عقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب أما المحور الثالث فيتحدث فيه النائب عن انحراف الرئيس في أدائه لوظائفه الدستورية عن الصالح العام وفي الشأن السياسي أيضا أعلن النائب وليد الطبطبائي أن تجمع نهج المعارض قرر الدعوة لتجمع حاشد غدا الأثنين في ساحة الإرادة اعتراضا على عدم حل مجلس 2009 كما سبق وصرح وقال الطبطبائي أن عددا من النواب الحاليين سيتحدثون في التجمع من بينهم النائبان مسلم البراك وفيصل المسلم كما سيتحدث أيضا عضو مجلس 2012 المطل عبدالله الطريجي وعبيد الوسمي في شأن محلي مغاير نفذ موظف الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعتصاما لمدة ساعتين توقفوا خلاله عن إنجاز المعاملات مطالبين بتعديل لائحة العمل في الهيئة وقد حظي الاعتصام بدعم نقابي ونيابي من جهتها ردت إدارة الهيئة على مطالب المعتصمين ووعدت بدراستها في مدة لا تتجاوز الشهر تفاصيل الاعتصام في تقرير لمحمد طوابير المراجعين توقفت عن الحركة وتكدست المعاملات لساعتين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد أن قرر موظفها تنفيذ اعتصام توقفوا خلاله عن إنجاز المعاملات ساعتين كانتا كفيلتين بإيصال مطالبهم والتي تلخصت في إلغاء لائحة الاستئذان من الدوام ليصبح بدون سقف وإعفاء موظفي السجل المدني من زيادة النصف ساعة وإعفاء من أمضوا 25 عاما في الخدمة من البصمة وقد حظي الاعتصام بدعم نقابي ونيابي أنا أحذر المدير العام من مبنى المعلومات المدنية يجب عليك أن تتعامل مع المنظمة النقابية لأن هناك إذا كنت لا تعلم إذا كان مستشارينك ما قالوا لك أنا راح أقول لك ما هي الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة حتى تحترم الدولة ويحترم مزرائها ومدرائها دور الحركة النقابية اللوائح الخاصة إذا ما تضاربت مع قوانين الخدمة المدنية تطبق ما في أي مشكلة إحنا ما نحث على مخالفة لوائح وقوانين الخدمة المدنية قوانين الخدمة المدنية تاحت للخادمين 25 سنة إنه يعفى من البصمة إلى الآن مبعد يعفون من البصمة حسب لوائح وقوانين الخدمة المدنية أمس كان للمدير العام تصريح يقول فيه مئة ألف بطاقة مكدسة في صالة التوزيع ما فيه بالكويت إلا هالصالة هذه الموظف سوى لي عليه سوى المعاملة اللي نوصلها مئة ألف فمو مطلوب من الموظف أن يروح يوصلها للمراجع فمفروض يكون بالهيئة حسب استراتيجيتها فرع بالأحمدي مكتب توزيع مكتب تغيير معاملات وفرع بالجهرة الاعتصام الذي شكل مفاجأة لإدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد أن تسلمت مطالب الموظفين يوم الخميس الماضي وضعت حوله علامات استفهام كبيرة أهمها عدم معطاء الهيئة المجال لدراسة المطالب وسط استغراب من الدعوة إلى تغيير اللائحة الداخلية للدوام والتي تعد من أفضل اللوائح وأكثرها مرونة بين نظيراتها على مستوى الهيئات والوزارات الحكومية نحن حقيقة ما وصلنا كتاب بالمطالبات إلا يوم الخميس اللي فات وأول ما صدر القرار سمعنا عن موضوع الاعتصام والإضراب حتى قبل أن نعمل لقاءات تنورية مع الموظفين لشرح شن القرار شن ميزاته شن جوانب الإيجابية فيه وفعلا بعد شرحه يعني كثير من الموظفين فهموا القرار وشن ميزاته بالنسبة لهم وتؤكد نقابة جديتها في اتخاذ مواقف أكثر تصعيدا قد ترقى لمستوى الإضراب الشامل في الهيئة محمد الخياري الراي الحراك الساخن الذي تشهده الساحة الكويتية كان عنوانا لحلقة نقاشية عقدها الملتقى الأعلام العربي تحت عنوان رؤية الشباب للإصلاح السياسي وقد أكد أمين عام الملتقى ماضي الخميس خلال اللقاء أن الحراك الشبابي هذا ليس غريبا على المجتمع الكويتي لأن الحالة السياسية في تاريخ الكويت كانت فاعلة منذ التأسيس وقد تحدث في الندوة واللقاء عدد من شباب الحراك السياسي من مختلف التوجهات والتيارات المجتمع المدني السياسي بالكويت فاعل طول عمره الحالة السياسية في تاريخ الكويت منذ التأسيس كان هناك حراك سياسي كبير فأنا دائما أقول ما تشهده الكويت من حالات سياسية متغيرة أو فيها نوع من الخشونة ليس بالأمر الحديث في العالم كله في الحياة السياسية دائما في حالات سياسية متغيرة ولكن يمكن شوية عندنا طولت أو خذت منحة آخر ولكن إن شاء الله نسأل الله أنها تهدى ويتحقق لكلنا أكيد نتمنى أن السياسة والديمقراطية والحرية تقودنا إلى بر الأمان وتقودنا إلى استعادة الوجه المشرك للكويت بعيدا عن كل السلبيات اللي نعاني فيها أو نتفق جميعا على أنها يعني عائق أمام التقدم بداية يجب أن نقبل بعض نقبل بعض على اختلافاتنا الأقلية الأغلبية هذه مسميات تتغير بتغير الزمان والمكان يعني ما فيها أغلبية دائمة ولا أقلية دائمة والسياسة ما فيها عدو دائم ولا صديق دائم نحن في بلد مجبرين ومختارين أن نجلس مع بعض هذا الشعب مكون من شرائح متعددة من طواف متعددة قبائل وحضر وهذا الفسيفساء الجميلة أصلاً هذا يجب أن نفتخر فيها ونحاول نشتغل على المشتركات يعني لا نركز على قضية الخلافات بين هذه الشرائح مجدداً إلى الساحة يعود الحديث عن التلوث في منطقة أم الهيمان هذه المرة من خلال مؤتمر صحفي عقده في جمعية الخط الأخضر البيئية بالتعاون وبمشاركة من اللجنة التطوعية لضاحية صباح السالم المؤتمر الصحفي سلط الضوء على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة باستبدال أماكن سكنية صالحة للسكن في مناطق أخرى غير أم الهيمان المتحدثون في المؤتمر هددوا باللجوء إلى المحافل الدولية لتسليط الضوء على معاناة أهل المنطقة ابتسام رمال حضرت المؤتمر ولخصت أبرز أحداثه في التقرير التالي أكثر من عشر سنوات من المعاناة في منطقة أم الهيمان وخمسون ألف مواطن لا يزالون ينتظرون مصيرهم في المنطقة الجنوبية وعشة أنواع من السرطان ستصيب أطفال أم الهيمان خلال السنوات القادمة بحسب البيئيين المعنيين بشؤون أم الهيمان لتظهر على الساحة مطالبات بتنفيذ حكم المحكمة الذي صدر منذ أربعة أشهر والذي قضى باستبدال القصائم السكنية المخصصة للمدعين بمنطقة أم الهيمان بقصائم أخرى مماثلة في مناطق أخرى صالحة للسكن تبعنا جميع السبل والوسائل خاطبنا السلطة التنفيذية في الدولة على مدى عشر سنوات خاطبنا أعضاء مجلس الأمة للأسف بكل سذاجة تم تسييس هذه القضية لمصالح انتخابية ووقتية جدا رخيصة لجأنا إلى السلطة القضائية ورفعنا قضية بأدلة مادية واضحة وعلمية ومحكمة حصلنا على حكم تاريخي باسم صاحب السمو وحكم مع النفاذة المعجل وبدون كفالة نص على تنفيذ هذه الحكم وانقاذ الأسر والمتضررين في أم الهيمان رجعنا للأسف في تنفيذ الحكم إلى المربع الأول مع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الإسكان أو مدير الهيئة العامة للرعاية السكنية أو حتى رئيس مجلس الوزراء لنلمس المماطلة في التنفيذ تضارب الأراء حول البيانات والوثائق المتعلقة بملوثات أم الهيمان دفعت بالمهتمين بشؤون البيئة إلى المطالبة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة لإثبات حالات التزوير التي طالت الوثائق الحكومية مع ضرورة تحديد الوثائق التي تم تزويرها من أجل إنهاء هذا الملف أن يخرج بعض المسؤولين ليقدموا حلول غير منطقية إطلاقاً وغير علمية لمعالج مشكلة أم الهيمان كالدعاء مدير عامل هيئة العاملة البيئة أنه سيحارب التلوث من خلال طواحين الهواء أيضاً يخرج أحد المسؤولين له المهندس محمد العنسي من خلال قناة الرأي ويؤكد بأن البيانات المستخدمة في استجواب الأم الهيمان هي بيانات مزورة ويؤكد مراراً على ذلك وهذا تصريح خطير جداً يأتي من مسؤول حكومي التزوير أين تم التزوير إذا كانت جميع الوثائق والبيانات المتعلقة في أم الهيمان أتت من جهات حكومية الأمر لم يعد يحتمل الصبر عليه نحن لا نوجه رسالة للمجتمع الكويتي لحماية أطفال أم الهيمان ولكننا نوجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة أن تعمل هذه المنظمات على إنقاذ هؤلاء الأطفال في ظل وجودهم في دولة تمتلك حكومة الإمكانيات المالية المهولة والإمكانيات الفنية اللازمة لمعالجة الوضع إذن مواطنون أم الهيمان أمام قضية أخرى وهي رفع قضية ضد أصحاب المصانع وبانتظار صدور الحكم قضية أم الهيمان قضية قديمة متجددة ولكنها قضية ستتحول أصداؤها إلى المحافل الدولية كما وعد المتضررون من ملوثات المنطقة الجنوبية في حال عدم الالتفات إلى مطالبهم ابتسام رمال الراي وقفة تنان والشكر يقدمها المجتمع للمعلمين هذا ما قامت به جمعية المعلمين الكويتية التي نظمت فعالية في مجمع ديسكوبري بثت من خلالها رسائل الشكر لأصحاب المهنة من قبل رواد المجتمع من التلاميذ وأولياء الأمور ما قامت به الجمعية كان احتفالا بمناسبة يوم المعلمين العالمي الفعالية التي انطلقت بالأمس تحت شعار معلم وأفتخر ستستمر حتى الخامس من أكتوبر وإن شاء الله رح تكون مجموعة فعاليات في المركز العلمي رح يكون في المجمع البيرق وفي المجمع السليل مجموعة فعاليات تواكب هذا الحدث وإن شاء الله رح تكون عندنا مجموعة إعلانات في الصحف في تويتر وفي الفيسبوك وهالفعاليات طبعا ناس ما قلنا هي لشكر المعلم ولمدح المعلم ولمكانة المعلم ورفع قيمة المعلم وإن شاء الله رح تكون يعني بداية خير للمعلمين بإذن الله نقف اليوم وقفة شكر وامتنان لمعلم الأجيال عبر فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ننطلق بها من اليوم 29 سبتمبر وتستمر إن شاء الله إلى يوم 15 وهو اليوم العالمي للمعلم والذي يحتفى فيه في أكثر من 185 دولة حول العالم انطلاقتنا اليوم عبارة عن وقفة تقدمها جمعية المعلمين الكويتية باسم المجتمع ككل أولياء أمور طلاب أيضا معلمين إحنا كمعلمين نفتخر بمهنة المعلم وننطلق تحت شعار معلم وافتخر روان في تعابير الامتنان والشكر والعرفان لمعلم الأجال عادت الصرخات الشعبية في مدينة جابر الأحمد إلى الواجهة حيث نظم أهالي المنطقة تجمعا رمزيا استنكروا من خلاله النقص المستشري في الخدمات العامة دون أي تحرك رسمي ومناشدين رئيس الوزراء انهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن سمر شدياق استمعت إلى مناشدات الأهالي وعادت بتغرير التالي لا تزال مدينة جابر الأحمد ترزح تحت وطأة الإهمال وغياب الخدمات العامة لمياه لا إنارة في الشوارع لا مدارس وعشرات لآت نقص الخدمات يطلقها الأهالي الذين توحدوا في صرخاتهم المستنكرة لوضع منطقة منسية نحن وصلنا مرحلة مرحلة مدينة أشباح بالليل ما فيه أمان مغفر مسكر ومو فتوح الجمعية ما فيه المدخل واحد وشبه موت والماء لا نحن نعبيه تناكر والمضخة موجودة هي محطة الشويق يعني بيننا وبيننا يمكن كيلو ونص وعندنا المغفر مسكر وعندنا المخالص وجاهز والمسجد هذا مؤثث بالكامل ولا نصلي فيه مسكر فيه مشكلة يقول بالاسكان نجي الاسكان يقول فيه مشكلة بالكارب فالصراحة يعني متدين حين لا هناك نارة شوارع ولا مستوصف مستوصف نكلم ونكون خالص وجاهز إن شاء الله عالسبوع الجاي عالشهر الجاي ومن رحم هذه المعانات تمنى الأهالي تنفيذ الوعود التي أغضقت عليهم في الفترة السابقة مناشدين هذه المرة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن المنطقة مسكونة ولكن ما في خدمة عامة هذه أكبر كارثة صراحة فالناشد المسؤولين يا جماعة طالعونا تعالوا وشوفوا المنطقة شنو نعقصها الناشد وزير الداخلية بخصوص المغافر ويشقل المغفر ووزير الصح يشقل المستوصل عشان نفتاح نكون مطمئنين في منطقتنا لأن المنطقة بصراحة الحالية A5 وB لتتبع مستشفى الصباح وA5 تتبع الجهراء هل هذا الكلام يجوز فنرجو من وزير الصح أن يأخذ قرار في ذلك المنطقة تتبع كلها العاصمة احنا من الدور هذا طالب سمو الرئيس انه بس يوجه يفعل وزاراته كلم بدوره كلم خدماته هي المنطقة الوحيدة جابر الأحمد في الكويت هي الوحيدة اللي انبانت خدماتها قبل البيوت وكما تغيب مدينة جابر الأحمد عن خارطة الخدمات الأساسية فأنها لا تزال خارج الخارطة الانتخابية حيث تبرز المخاوف من تكرار مشهد استحقاق 2012 بحرمان عدد من مواطنيها من حق الترشح والانتخاب سمار شديق نمور الراح لشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد الفصل التزاما بالمعاهدات الإنسانية الهلال الأحمر يوفد مساعدات للسوريين في لبنان من جديد أهلا بكم تنفيذا لدورها الإنساني في إغاثة ومساعدة المحتاجين أوفدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي فريقا ميدانيا من الجمعية إلى لبنان لتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية جراء أعمال العنف التي تشهدها سوريا وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية بريس البريس إن المساعدات المقدمة للأشقاء السوريين في لبنان تأتي ضمن إطار التزام الجمعية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة إنسانية حقيقية وفي الاقتصاد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أصدر قرارا بتعديل النظام الأساسي لبنك التسليف والإدخار يتضمن تعديلا على تكوين مجلس الإدارة ليتكون من سبعة أعضاء ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية وقد أصدر الوزير قرارا بشطب مئة شركة مساهمة من سجلات الوزارة لتأخرها في تقديم بيانتها المالية أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي لسنة المالية 2011-2012 متناولا ستة محاور رئيسية استعرض أولها أبرز التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي في تلك السنة فيما تناول المحور الثاني أهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها البنك خلالها وغطى التقرير محاورة أخرى تتحدث عن أبرز العمليات المصرفية التي جرت خلال السنة المذكورة كما شرح لأوضاع القوى العاملة فيه والأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك واستعرض التقرير أيضا جهود البنك المركزي في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الكويت في البورصة الكويتية أغلق مؤشر كويت 15 على انخفاض قدره 3 نقاط و 17 نقطة ليبلغ مستوى 10 ألاف نقطة و 14 نقطة وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 7 نقاط و 18 نقطة ليبلغ مستوى 5882 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض قدره نقطة ليبلغ مستوى 417 نقطة و 19 نقطة نجتنا متواصلة فيها بعد قليل منتخب الكويت لكرة القدم يدع بطولة آسيا للناشئين من جديد أهلا بكم ودع منتخب الكويت لكرة القدم بطولة أمم آسيا للناشئين المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران بعد خسارته أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسيلاقي العراق الذي تأهل بهذا الفوز إلى نهائيات كأس العالم للناشئين الفائز من مباراة سوريا واليابان في حين سيلعب الفائز من مباراة إيران وأستراليا مع الفائز من مباراة أوزباكستان وكوريا الجنوبية في دور ربع النهائي الذي تقام مبارياته الليلة قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة